عقوبات اقتصادية جاهزة وفي انتظار تفعيلها إذا ما أثيرت مسألة خروج القوات الأمريكية من العراق هذا هو موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأصوات التي تطالب في العلن ولو لدفع الحرج عنها بخروج القوات الأمريكية ثأرا لمقتل سليماني والمهندس مطلع العام الجاري ترامب التقى برهم صالح رئيس الجمهورية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا حيث تجنب الأخير الحديث عن أي مطالب محلية بالانسحاب من هنا أو هناك وبدلا من ذلك حاول التخفيف من وطأة تصريحات ترامب بشأن فرض عقوبات على العراق بالقول إن لدى البلدين مصالح مشتركة ويجب استكمال مهمة القضاء على تنظيم الدولة إنها لفرصة مهمة أن ألتقي مع الرئيس ترامب للحديث عن التطورات في المنطقة بدأنا مواجهة أوقات صعبة أتطلع ليوم حافل بالمحادثات مع الرئيس ترامب لدينا علاقات ثنائية جيدة الولايات المتحدة ساعدت العراق في حربه ضد تنظيم الدولة وهذه المهمة يجب أن تنجز أثق أنني مع الرئيس ترامب سنتشارك هذه المهمة من أجل عراق مستقر قوي وسلام شامل في المنطقة تصريح صالح أمام ترامب عده مراقبون دليلا آخر على أن رموز العملية السياسية غير مستعدين ضمنيا للتخلي عن الوجود العسكري الأمريكي في العراق في الوقت الراهن وهو عكس ما يعلنه بعض السياسيين لا سيما المنتمين للمشروع الإيراني في العراق الموقف نفسه تكرر مع رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي حينما أعلن رفضه الوجود الأجنبي في العراق على استحياء أمام جزء من البرلمان الذي تسيطر عليه الكتل الموالية لإيران هذا الموقف تحدثت عنه صحيفة المونيتور الأمريكية بالقول إن تأييد عبد المهدي المعلني من سحب القوات الأجنبية من البلاد ليس حقيقيا فهو في الواقع لا يريد انسحابها بل يحاول إنقاذ موقفه السياسي ومسك العصى من المنتصف ضمن مساعيه لإعادة تكليفه برئاسة الوزراء بحجة استكمال مشروع إنهاء الوجود الأجنبي وضع العراق في حال فرضت العقوبات الاقتصادية سيكون أسوأ من وضع إيران كما قال ترامب وهو الأمر الذي أدركه الشركاء السياسيون لا سيما الشيعة منهم فما كان لهم إلا أن سارعوا لتطمين المسؤولين الأمريكيين بتأييدهم الوجود العسكري الأمريكي بحسب ما أكده وزير الخارجية مايك بومبيو ترجمة نانسي قنقر